بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثامنة والسسعون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين أبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها اللقوة ولحوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضوها اللجنة الدائمة للإفتاء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء حياكم الله وبركاته هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تحدثونا في مطلع هذه الحلقة عن أهمية الإخلاص في العمل وأثر ذلك في حياة المسلم وهل الإخلاص مقترن فقط في العبادات أم هو في جميع الأعمال بسم الله الرحمن الرحيم وإحداث ليس عليه دليل من الكتاب والسنة هذا هو الإخلاص في العبادات وكذلك الإخلاص في الأعمال الدنيوية كالإخلاص في المقاولات إخلاص في البناء الإخلاص من الأجير في عمله الذي استؤمن عليه وأكله كله يدخل الأخلاص فيه وعدم الغش عدم الغش في العمل أحسن الله إليكم هل ورد حديث بمعنى ويل للعقاب من النار نعم ورد حديث في ذلك حديث صحيح دحظ النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام أن الماء لا يبلغ عقابهم فقال ويل للعقاب من النار ورأى رجلا يقدمه لمعة قدرت درهم لم يبلغها الماء فقال له ارجع فأحسن وضوءك فلابد من تعميم العضو بالماء ولا يكفي أن يبلغ بعض العضو دون بعضه يجري لازم يجري الماء ولا يكفي المسل لازم الماء يجري على العضو الذي أمر بغسله نعم إذاكم الله خيرا سائل آخر يقول هل للربح حد معين لا يسأله حد معين لأنه يكون بحسب العرض والطلب بحسب الغلاء والرخص هذا بيد الله سبحانه وتعالى قد يكون الربح كثيرا وقد يكون قليلا بحسب الغلاء والرخص بحسب توفر السلع وقلة السلع نعم يقول هل ورد حديث الجنة تحت أقدام الأمهات نعم الحديث صحيح بهذا يتأكد على الولد أن يبر بأمه أكثر من بره بأبيه والأب له حق البر لكن الأم آكد بهذا نعم جزاكم الله خيرا هل ينتقض الوضوء عند السلام على بعض النساء وقد اختلف العلماء في معنى لامستهم هل هو المجامعة أو هو اللمس من غير مجامعة مباشرة اللمس مباشرة من غير حائل فمنهم من قال المراد بالملامسة الجماع خاصة منهم من قال المراد بالملامسة اللمس بدون حائل يمس بدن المرأة بدون حائل هذا إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء إذا كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء نعم يقول السائل هل الكراهة في أيام الحجامة هي للتحريم أو للتنزيه الحجامة طب نبوي وليس فيها كراهة ولكنها لا تفعل إلا في أوقاتها المناسبة إذا فعلت في غير وقتها المناسب فإنها لا يحصل منها فائدة ولا علاج أحسن الله إليكم يقول هذا السائل فضيلة الشيخ هل الذي يرى بأن عدم العذر بالجهل أصل من أصول الدين ويعتقد أن من خالف في هذه المسألة قد أخطى من قول السلف أو الخلف نرجو التوجيه في ذلك العذر بالجهل فيه تفصيل فإن كان في أمور خفية تحتاج إلى بيان فهذا يعذر فيه بالجهل حتى يبين الأمور الخفية أما الأمور الواضحة مثل الشرك والكفر والزنا والسرقة والربا هذه أمور واضحة كل يعرفها إذا سمعها أو قرأها في تاب الله وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بلغته الحجة من الكتاب والسنة وهو يفهمها قامت عليه الحجة ولا عذر له في ذلك نعم يقول هذا السائل أنا شخص أحرف كثيرا بكل شيء فأرجو الشيخ توضيح ماذا علي ودعاؤكم لي بتركي هذه العادة هذا من التهاون باليمين من علامات المنافق أنه يكثر الحلف ولا تطع كل حلاف مهين حلاف يعني كثير الحلف هذا يدل على عدم احترامه لليمين وتوقيره لليمين وتعظيم الله سبحانه وتعالى الذي يحله به يجب على المسلم أن يتجنب كثرة الحلف ولا يحلف إلا عند الحاجة ولا يحلف إلا وهو صادق يسأل عن الرضاعات المحرمة فضيلة الشيخ وكيف تحسب رضاعات المحرمة ما كانت في الحولين وهذا شرط الشرط الثاني أن تكون خمس رضاعات يعني مصات خمس مصات فأكثر لكل مصة يخرج له اللبن ويمتصه إذا بلغت خمس مصات فإن هذه الرضاع تحرم قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بحديث عائجة أنه كان في كتاب الله عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس رضاعات معلومات يحرمنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك نعم أحسن الله إليكم يقول هذا السائل ما هي الوسائل المعينة على الإخلاص والثبات الوسائل المعينة على الإخلاص والثبات استحضار القلب للعمل الصالح واستحضاره لعظمة الله عز وجل استحضاره للإخلاص في عمله نعم يقول الشيخ ما نصحة الشيخ لمن يتتبع زلات الناس ويقوم بنشر زلاتهم بالمواقع الاجتماعية بحجة أن هذه الوسيلة للإصلاح مع العلم بأنها تسوء البعض كون الإنسان يحذر من الزلات ومن المعاصي دون أن يعين شخصا هذا مطلوب هذا من الموعظة والتذكير أما أنه يتلمس زلات ناس معينين ونوى بهم يذكرهم فهذا لا يجوز هذا لا يجوز وليس هذا من النصيحة هذا من الفضيحة فإذا كان يرى على شخص من إخوانه مخالفة أو خطأ في دينه أو خلقه أو غير ذلك فإنه ينصحه فيما بينه وبينه قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني تثبتوا إذا سمعت الشائعات فلا تصدقها تثبت منها ولا تقبلها بدون تثبت هذه السائلة مشعل تقول أنا ناوية للعمرة وأريد في هذه الأيام وأريد أن أأخذ حبوب منع الدورة لأجل إكمال عمرتي لأن هذه الدورة غير منتظمة هل يجوز ذلك؟ يجوز ذلك إذا كان هذا لا يضر بصحتها وليس لها عثار سلبية على صحتها يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ هذه الأخت السائلة عبد الله تقول توفي والدي وكان في غيبوبة قبل وفاته ولم يصلي بعض الصلوات فهل تقضى عن المتوفى هذه الصلاة؟ الصلاة لا تقضى عن المتوفى لأن الصلاة عمل بدني لا تدخلها النيابة لكن إن كان تركها مهملا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه أما إن كان تركها من غير فكر كما ذكر السائل أنه في غيبوبة فلا حرج عليه وهو غير مكلف بعدم وجود العقل حال الغيبوبة نعم يقول السائل إذا أخرت العقيقة إلى اليوم الرابع عشر من ولادة ابني فهل يشرع أيضا أن نؤخر التسمية إلى ذلك اليوم أو أن لي أن أسميه في اليوم السابع من ولادته سميه في أي يوم من يوم يولد سميه والعقيقة على سعتك وعلى قدرتك متى ما قدرت عليها وتمكنت فإنك تفعلها نعم يسأل عن الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريم لا عن العزاء هل له أيام معدودة ومتى تكون التعزية هل هو بعد الدفن أو عند سماع خبر الوفاة التعزية هي الدعاء التعزية هي الدعاء للحي وللميت تقول أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك في أي مكان في المسجد في الشارع في المقبرة هذا سبذلك وليس للتعزية إجراءات يهيأ لها مكان ويفرش المكان وأيضا يعدل كراسي يحصل فيه تعاب لأهل الميت في خدمتهم واستقبالهم هذا لا أصل له وكذلك لا تصنع طعمة كثيرة إنما يصنع طعام لأهل الميت خاصة قال صلى الله عليه وسلم لما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم هذا قدر حاجة أهل الميت قال بعض الصحابة كنا نعد لاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة فهذه المبالغات لا تجوز أرهقت الناس عطلت الأعمال وليس لها دليل من الكتاب والسنة نعم أحسن الله إليكم يقول السائل شيء في حينا وفي حارتنا عند إمام المسجد عندما يأم المسلين في صلاة العشاء يقرأ من طوال المفصل أو من أواسطه ولا يقرأ من قساره شيء ماذا ورد في السنة في صلاة المغرب والعشاء والفجر في القراءة الجارية الذي ورد أنه يقرأ في المغرب من قسار المفصل وفي الفجر من طوال المفصل وفي البواقي من أوساطه ولا يثقل على الناس وإذا قرأ في المغرب بعض الأحيان بسورة طويلة لا بس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة بالأعراف ومرة قرأ بالمرسلات ومرة قرأ بالطور في المغرب لكن هذه أحوال ليست دائمة من الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعلها بعض الأحيان يقول السائل يا شيخ حلفت إذا نجحت أن أكتب القرآن كاملا بخط يدي ولكنني لم أستطع فماذا أفعل؟ كفر كفارة يمين ولا حاجة إلى أنك تكتب القرآن بخط يدك لأن القرآن والحمد لله مطبوع والمصاحب متوفرة ولا حاجة إلى تكلف نفسك بكتابة القرآن بخط يدك يقول السائل أبو عبد الله من عنيزة شيخي اشتريت من شخص ناقة وأبقيتها عنده حتى يقوم بذبحها ولي منها سبع وبعت بقية الأسباع على آخرين بربح فهل يجوز لي ذلك؟ علما بأنه لا يوجد مكان عندي يؤوي هذه الناقة ما أصدر بهذا الذبح؟ ضحية؟ عقيقة؟ ذكر بأنها عقيقة عقيقة ما يجوز تخرج كامل تخرج الناقة كاملة في العقيقة ولا تجزع نعم يقول هل يجوز الدعاء على المخالف أو المتدع بعدم الهداية؟ لا يجوز هذا يدعى للظال بالهداية ولا يدعى عليه بالظلالة نعم يقول الشيخ هذا السائل شخص عليه قضاء أيام من عدة رمضانات فقضاها بحمد الله إلا أنه حين القضاء لم يكن يحدد بنيته هل عن قضاء رمضان الماضي أو الذي قبله؟ لا بد من التحديد ما صام الله ناوي إن شاء الله ما صام الله ناوي القضاء كونه صام يكون عن رمضان الأول ثم يكون عن رمضان اللي بعده ثم يكون عن رمضان الذي بعده إن شاء الله نعم يقول أبو عبد الله من عنيزة الشيخ صالح قبل أن تأتي الجنازة إلى المقبرة يقوم الناس بانتظارها قياما حتى تأتي ويصلى عليها ثم تأتي الثانية ويصلى عليها وهكذا ما هو الأفضل يصلى عليها جميعا أم على كل واحدة نعم إذا اجتمعت الجنائز يصلى عليها جميعا وإذا تفرقت ولم تأتي جميعا يصلى على كل واحدة وأما أنهم يقومون للجنازة نعم هذا ورد بحديث أنهم يقومون للجنازة إذا مرت يقول في آخر أسئلته بأنه طلب مني شخص أن أشتري له حاجة فقمت بشرائها له من مالي بنية عدم الرجوع إليه فلما سلمتها له حلف علي بأخذ ثمنها ما العمل العمل إن أخذت ثمنها فعليك تفارت يمين هل تحصل المخالفة لليهود بصيام اليوم الحادي عشر مع العاشر من المحرم نعم هذا فيه رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله أو يوما بعده وفي رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده كله وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول من راجح في إهداء ثواب الأعمال الصالحة بالنسبة للوالدين وخصوصا الأم والأب ما يثوب للميت إلا بما ورد به الدليل ما ورد به الدليل وإلا الأصل أن كل إنسان له عمله وليس للإنسان إلا ما سعى لكن ما ورد به الدليل أنه يهدى ثوابه مثل الصدقة عن الميت مثل الحج والعمرة مثل قضاء الدين هذا ورد به الدليل ويفعل عنه الميت وكذلك الصدقة والدعاء أيضا الدعاء للميت المغفرة والرحمة يقول السائل في الأعياد والاستسقى والمناسبات ما السور التي كان يقرأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية أو يقرأ بقاف واقتربة نعم يقول سورة تبارك هل تقرأ يوميا وخصوصا إذا كان في ليلة الجمعة ما تخصص بليلة الجمعة تقرأ متى ما تيسر له ويقرأها لأنه ورد أن من قرأها تنجيه من عذاب القبر نعم يسأل الأخ أبو عبدالله عن فضل تدريس العلوم الشرعية ومنزلة المعلم لهذه الدروس لا شك أن الذي يدرس الناس العلوم الشرعية أن له أجرا كبيرة لأن هذا فيه نفع أخوانك المسلمين وفيه نشر العلم وفي الحديث دمات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صداقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به هذا يشمل المعلم الذي علم الطلاب ونفع الناس بتعليمه يقول السائل الشيخ الطالب الذي يريد أن يطلب العلم الشرعي ما الأداب التي يجب أن يتحل بها أثناء جلوسه وأثناء أخذه للعلم الشرعي الأداب كثيرة أولفت فيها مؤلفات أداب العالم والمتعلم أداب الراوي والسامع أولفت فيها مؤلفات منها الأدب مع المدرس عدم رفع الصوت عليه وعدم مشادة المدرس سؤاله بتلطف ولا يسأله سؤال تعنت أو تكبر عليه ومنها الإصغى الإصغى إلى ما يقوله المدرس ليحفظ ما يقول وكذلك من أداب طلب العلم الحفظ أن يحفظ ما يشرحه المدرس يحفظه قبل الحضور ثم يشرحه المدرس شيئا فشيئا في كل يوم هذه من أداب طلب العلم وأعظم أداب طلب العلم العمل العمل بالعلم أو تتعلم فقط ولا تعمل لابد من العمل يقول السائل علي ما المقصود بربا النسيئة ربا النسيئة التأجيل كان يبيع دراهم بدراهم مؤجلة تمر بتمر مؤجل أو ذهب بذهب مؤجل أو فضة بفضة مؤجلة أو ورق نقدي بورق نقدي مؤجل هذا لا يجوز هذه مصارفة لا بد من التقابض في المجلس وإلا يكون نسيئة محرمة نعم أحسن الله إليكم وبركة فيكم فضيلة الشيخ تقول الأخت أم عبد الله في رمضان وفي المسجد وفي مؤخرته بعض النساء لا يسوينا الصفوف فتكون بعض النساء متقدمة والبعض متأخرة هل هذا يشمل النساء أم هذا خاص بالرجال؟ يشمل النساء يستحب لهن أن يكون صفوفاً وأن يسوينا الصفوف وأن يكملنا الصف الأول الأول ولا يتبرقنا نعم أحسن الله إليكم هل للمرأة أن تطلب من شخص معين عرف بصلاحة أن تطلب منه أن يدعو لها ولأولادها؟ لا بأس بذلك طلب الدعاء من أخيك شيء طيب شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وانتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب أجاب عن أسئلتكم استفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاح هذه تحية من زميل مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته